السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة تانية معانا على قناة عادة الاطفال معكم التوريسي فضاء استشاري طب الاطفال وحديث الولادة من قناة عيادة الاطفال مشكلة البلغم عند الاطفال حديث الولادة والاطفال اللي هم الرضع الاكبر من كده شوية يمكن ده من اكتر المشاكل اللي بتعاني منها الامهات بشكل كبير جدا مأساه هو وجود البلغم عند الاطفال البلغم كاتم الانف بتاع الطفل والبلغم ده بينزل على صدر الطفل وبالتالي بيسبب له صعوبة كبيرة في التنفس بغض النظر عن اسباب البلغم عند الاطفال النهاردة هقدم لكم رشيدة سريعة وخطوط عريضة لعلاج البلغم وازاي هنقدر نتعامل مع مشكلة البلغم وانسداد الانف عند الاطفال وخصوصا الاطفال لغاية من اول الولادة لغاية شهرين ثلاثة او لغاية اول ست شهور زي ما احنا قلنا ان البلغم مشكلته مشكلة كبيرة جدا ده بيعمل كاتم تنفس عند الطفل خليه ما يعرفش يرضع وممكن ينزل على صدره وممكن يسبب له اكتهاب رأوي شديد طب ايه الطرق بقى اللي هتساعدنا في التخلص من البلغم ده عند الاطفال حديث الولادة ياريت نتابع مع بعض الحلقة وقبل ما نبدأ في الحلقة ياريت نعمل اشتراك في القناة وعمله لايك للفيديو ده وبعتوه لكل الامهات عشان يوصل لكل الامهات في الوطن العربي بداية اول حاجة عندنا وهو اما تلاقي البلغم في الانف بتاع الطفل او المخاط سادد الانف احنا ممكن نجيب حتة قطنة بمية فترة ونسلك الانف بتاع الطفل ساعات البلغم يبقى طالع شوية او المخاط طالع شوية على الانف بتاع الطفل من هنا برضو بحتة قماشة نظيفة ممكن بتساعدنا في تنظيف الانف زي ما قلنا ان المشكلة الاساسية هو نزول المخاطة على صدر الطفل لان المخاطة بيحتوي على الفيروسات او العدوى وبالتالي دي بتنزل على صدر الطفل وممكن تسبب له مشكلة فبمجرد اما نتخلص منها على طول الطفل ان شاء الله بتساعد بشكل كبير جدا ان هما يدخلش في نازلة شعبية جديدة وممكن يدخل لقدر الله في التهابرة اوي فده يعتبر جزء كبير جدا من العلاج النقطة اللي بعد كده وهو استعمال محلول ملح الاطارات بتاعت محلول الملح امينة جدا فيه اطارات خاصة بالاطفال الرضع اللي هما أقل من سنتين والاطفال التانية اللي هي الأكبر فيه اطارات بتحتوي على مواد كيميائية وفيه اطارات تانية لا تحتوي احنا كل اللي احنا هنستعمله الاطارات اللي هي بتحتوي على محلول ملح فقط ودي طبعا كتير منها في السوق وكل واحد اكيد في بلده اكيد عارف شكلها ايه ولكن انا بكلم عن نقطة مهمة وهو محلول الملح فقط لا يجب ان احنا نستعمل اي مواد كيميائية نحطها في الانف بالغم بالشفاط زي ما انتم عارفين الجزء اللي هو البالب اللي هو احنا ننظفه طبعا وندخله في الانف بعد ما نكون احنا غسلنا ونضغط عليه نفرغه من الهوا وبعدين بعد كده بنحطه في الانف الطاقة الطفل وبعدين بنسيبه بالراحة كده ريليز بالراحة بحيث ان هو يشفط البالغم وننظفه وبعدين بعد كده بنستعمله في الناحية التانية لازم نكون حرصين على ان الشفاط بتاع الانف ده يكون معقم ونضيف ولا يستعمل الا للطفل واحد بنستعمله لأكتر من طفل بعد نوقت الملح نيجي بقى للبخاخ ماء البحر انا ملاحظ ارتفاع كبير جدا جدا في اسعار البخاخ بتاع ماء البحر اللي احنا بنستعملها الاطفال وفيه تركيزات كتيرة بالنسبة للاطفال فيه تركيز الايزو اللي هو محلول الملح وفيه تركيز الاعلى شوية التركيزات دي المهمة بالنسبة لنا هو التركيز اللي هو الايزو ده الانسب للاطفال ممكن احنا في العيادة كتير جدا بنعمل غسيل انف وننظف انف الطفل باستعمال بخاخ ماء البحر وانا بعلم الامهات في العيادة عندي ازاي استعملوا البخاخ ماء البحر وكمان يعملوا غسيل الانف كتير من الامهات التعلمت وخدت خبرة في التخلص من البلغم ونظفة الانف كويس فلو انت حضرتك بالتابعينة وانت قريبة من نطاق العيادة بتاعتنا هريد تشرفيني في العيادة وانا هعملك وهعلمك بشكل عملي ازاي هنعمل غسيل انف لطفل بواسطة بخاخ ماء البحر وبالناسبة موضوع غسيل انف احنا عملنا قبل كده فيديوهات مهمة على القناة ياريت تدخلوا وتعملوا على القناة هتلاقوا فيديوهات مهمة عن طرق الغسيل بتاع الانف وازاي احنا بنعمل غسيل انف بمحلول الملح وبيطلع جامد من الناحية التانية استعملوا من الناحية دي نطلع من الناحية التانية بيخلص الطفل جامد جدا من البلغم نيجي لنقطة مهمة تانية وهو ممكن نستعمل الجلسات البخار بالنسبة الاطفال من الحاجات الاساسية في التخلص من البلغم عند الاطفال جهاز البخار وظيفته انه هو المادة الموجودة دي بتفاتت البلغم اللي موجود في الانف او في الشعب الهوائية اللي موجودة عند الطفل او بتفك التقلص اللي موجود في الشعب الهوائية وكمان بالتالي بتحسن وظيفة الجهاز التنفسي ممكن استعمل محلول الملح فقط بدون اي ادوية ممكن احط اثنين سنتي محلول الملح في الجهاز النيبيولايزر واقدر استعمله للطفل بحيث انه هو ينشف او يفاتت البلغم ويطلع البلغم بالنسبة للطفل يفضل بعد ما اعمل جلسة البخار بعمل مساج للطفل انا بجيبه اقليبو الطفل بيكون لسه صغير عنده او شهر اثنين تلاتة بنيمه على بطنه كده وباجي بادي كده بعملها زي القب وابدأ اخبط على ظهره لازم يكون راسه واطية شوية اقدر اخبط على ظهره بحيث ان انا بعمل مساج للصدر بتاع الطفل وبالتالي البلغم نفسه بيتفتت وينزل فيه من الشعب الهوائية والطفل بينزله مع ملاحظة مهمة جدا ان انت ما تنتظريش الطفل ان هو يتف البلغم او يطلعه لان الطفل ده مازال لسه صغير ومهوش قادر على انه يتف البلغم الطفل ممكن بياخد البلغم او بيطلع من صدره بيطلع من الشعب الهوائية وبيبلعه تاني وده بينزل فيه البراز بتاع الطفل وبينزل فيه المعده بتاع الطفل بعد ما عملت غسيل الانف وحطت النقاط بضعة الانف وعمدنا المساج لو لاحظتي وجود البلغم في البقء بتاع الطفل ممكن ببساطة حتة قطمة او نستعمل حتة قماشة نظيفة وندخلها في الفم بتاع الطفل ونحاول نسحب البلغم من الفم بتاع الطفل وفيه نقطة مهمة برضو لو لاحظنا ان البلغم طالع الطفل بيطلع البلغم من بقه فيه شفاطات موجودة في الصيدليات الشفاط ده معمول بطريقة كويسة وفيه فلتر بحيث ان احنا ممكن بنحطه في الفم بتاع الطفل واحنا بنمسكه بنشفط بالبق بتاعنا بنشفط البلغم بتاع الطفل من البق وبالتالي بنريح الطفل او بنخل الطفل طبعا مايكونش فرصة تانية ان الطفل يبلغ البلغم او ينزل حتى على صدره مرة تانية من الطرق المهمة جدا للتخلص من البلغم عند الطفل ان انت تدي للطفل حمام ماء دافي في الشتاء لا يفضل انا لا احبز الموضوع الحمام الماء وخصوصا الاطفال اللي عندهم حاسية صدر وعندهم مشاكل في الجهاز التنفسي ولكن في بعض الاطفال ممكن بتستفيد بشكل كبير جدا من حمام الماء الدافية لانها يساعد جامد على ترطيب الشعب الهوائية ومجرى التنفس وبالتالي ده بيساعد على التخلص من البلغم حافظي ان الطفل مايتعرضش لطيار هوى اثناء الحمام او هو بياخد حمام لان ده هيزود المشكلة ويساعد يزود المشكلة اكتر وبالتالي ممكن يسبب مشكلة للطفل ويعمله نازلة شعبية برضو من الطرق المهمة للتخلص من البلغم عند الاطفال الرضع ان انا بجيب زيت الخردل الدافي مع التوم وبدلك به صدر الطفل وضهره وده يؤدي لتخفيف البلغم ويريح صدر الطفل ويحسن وظيفة الجهاز التنفسي من الامور المهمة جدا لازم كل ام تكون عارفاها ان اهم حاجة يكون مناعة الطفل كويسة مناعة الطفل كويسة دي هتيجي برضاعة طبعية لازم الطفل بيكون يرضع رضاعة طبعية لان الرضاعة الطبعية دي بتديله اجسام مناعية وبالتالي هتخلي المناعة تاعته كويس هتقدر طفل جسمه يقاوم العدوى ويقاوم الفيروسات لان اغلب المشاكل دي بيكون عبارة عن فيروس انفلوانزا او اي فيروسات تاعت الجهاز التنفسي وبالتالي لو الطفل مناعته كويسة ويرضع رضاعة طبعية ان شاء الله يقاوم المشكلة ومايش هيحصل خالص حتى لو حصلت هيكون بشكل خفيف وبشكل يسهل التحكم فيه من النقطة المهمة جدا اللي انا عايز اقولها لحضراتكو برضو ان احنا لازم نبدأ الطفل عن المهيجات بمعنى ايه بمعنى الطب لو هو مدخن او انت ساكنة في مكان فيه تراب او غبار او كده الحاجات دي كلها هتزود نسبة حدوث المشاكل بتاعت الجهاز التنفسي عند الاطفال وبالتالي هتدخل الطفل في دايرة كده ممكن داير حساسية انف او حساسية صدر وبالتالي ده طبعا هيكون خطر جدا على الطفل فانصح حضراتكو ان انتو تتجنبوا خلص الاباء ممنوع يدخنوا داخل البيت وطبعا ناخد بالنا ان السجاير بتكون لازقة في الهدوم والريحة بتكون في الهدوم وده ممكن بتنقل الريحة للطفل وده بتأثر جامد على الجهاز التنفسي بتاعه اخر نقطة بقى لو الطفل حساسية النفسه مكتوم شوية او البلغة مكتم نفسه دايما بعد ما عملنا كل الحاجات دي يكون راسه وهو نايم مرفوع شوية بالتالي هتحسن وظيفة الجهاز التنفسي وهتخلي الطفل ما يتخنقش بسبب البلغة نيجي بقى الاخر نقطة في حلقتنا النهاردة وهي حاجة مهمة جدا وهي ايه هي العلامات الخطورة اللي ممكن تحصل للطفل وده بتستدعي ان الطفل لازم يروح للطبيب فورا اول حاجة لو لاحظت المعدة للتنفس بتاعه سريع يعني الطفل بنهج نفسه سريع جدا بيوصل اكتر من 60 فده بيستدعي ان انت لازم تروحي على طول للطبيب النقطة التانية لو لاحظت ان الطفل بقى بدأ يزرق لقدر الله طبعا ده اعلامة متأخرة شوي لو فيه ارتفاع في درجة الحرارة ده بيدل طبعا على ان الطفل بيمر بازمة شديدة جدا وده بيستدعي زيارة الطبيب فورا واخيرا لو البلغة مش شديد ومستمر الفترة زمنية كبيرة فطبعا لازم تكون متابعة مع الطبيب ده كان موضوع حلقتنا النهاردة اتمنى يكون الموضوع مفيد ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده وشيروه على كل السوشيال ميديا ابعتوه لكل الامهات عشان يتعلموا ازاي تخلصوا من البلغة معند الاطفال ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل الحلقات تحياتي لحضراتكم كنت معاكم الدكتور السفوضاء استشارة طب الاطفال وحدث الولادة من قناة حلقات الاطفال استنونا حلقات مهمة على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى